يمكن لها كتير من الأشغال انتقلت من بداية كورونا لتصير على الانترنت أو أونلاين مثل ما بنقول نظام العمل أونلاين قد فيه له فوايد وقد فيه له كمان أحيانا سلبيات وغيرة ولكن بشكل عام هو قدر يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وقدراته رح نحكي أكتر عن هذا النظام ونفصله مع ضيفتنا لليوم طبعا خبيرة التنمية سلوى عرموسي سعى الصباحك وأهلا سألتك سباح الخير يساد صباحك يعني بالبداية سلوى خلينا نحكي عن حالة الأعادة بالبيت يمكن من النحية النفسية يمكن كتير من الأشخاص صار عندهم حالة من الخمول حالة من التوتر النفسي كل الوقت والاستسلام تماما ولكن نحنا مضطرين ومو مضطر حتى نحمي حالنا ونحمي غيرنا أنه نعود بالبيت نحنا هون نفسيتنا كيفينا نحسنا وخاصة بالعمل تمام هلا أول شيء مثل ما قلتي أحيانا بنفرض علينا فرضيات معينة الحياة دائما بتغيير مستمر تفرض علينا جائحة كورونا كتير أثرت علينا كأشخاص اجتماعيا ما قدرنا نتواصل مثل السابق يعني صرنا كتير نتجنب أي مناسبات فيه ازدحام وبالتالي وقت بيصير فيه حذر عم نعود بالبيت ما عم يكون فيه شغل تواصل مستمر كتير أشخاص مع أي تغيير بيكون عندهم دائما الرفض يعني دائما الأشخاص لما بتغيري له مثلا موعده موعد عنده موعد بيتغير بيقلك تكركب كل نهاري معنا هالمرونة بالتعامل مع تحديات الحياة والحياة مثل ما قلنا باستمرار فيها تغير فبتفرض علينا أنه نكون مرنين نحنا ما بنقدر نضمن ظروفنا محما كنا أذكية ما بنقدر نضمن ظروفنا فيما بعد فدائما الإنسان لازم يطور نفسه لأن الحياة بتغيير ونحنا عم نحكي الساعة باستمرار يعني الحياة دائما بتغيير نحنا بعسر السراعين دائما بقول كلمة إنه باللحظة اللي نحنا عم نحكي فيها بهي اللحظة فيه ناس عم تخلق هلأ فيه ناس عم توفى هلأ فيه ناس عم تخطب هلأ دائما فيه أحداث فالإنسان بده يكون مستعد لهذا الموقف لما بنحكي إنه خليك متفائل بدائما بتلاقي مواجهة إنه أنتو عم تحكوا نظري السؤال إذا أنا ما كنت متفائل شو ححصل شو حيصير معي إذا ضليتني عم بشكي وأنا غير متفائل ومنزعج ومستسلم ما عملت شي خليني جرب إني أتفائل كيف بدي أتفائل أعمل شي بهالوقت اللي أنا قاعد فيه ففكرة العمل أونلاين مو بسية بجائحة كورونا هي بالدول المتقدمة بلشت من عام 2014 في كتير شركات بدتها مسبقا ففكرة العمل أونلاين هي فكرة جديدة نرجع منقول إنه دائما الشيء الجديد بيرفضه الإنسان لا سيما إذا كان هو بعمر متقدم يعني هو ما نمصلا دائما بالوقت للأسف نربط إنه عمر 18 وال20 عمر التدريب إنه نحن فوق العشرين 30 40 50 إنه هلأ بدي أتعلم ممكن أتعلم ما في عمر للتعليم فكرة الأونلاين هي فكرة إنه أنا كيف أتعامل مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا نعم فأنا بحاجة وهم بدي أسألك يعني فيه ناس بتقول السهولة إنه أنا هو كتير سهل فبتستخفي سهل وصعب أي فخلينا نحكي بفرق بين السهولة والاستخفاف إنه أنا خلص أيمت ما بدي يفوت بكتوب أيمت ما فيني بعمل فمشان هيك بلاقي دائما اللي بيشتغلوا أونلاين بيكون مشكلتهم عدم الالتزام أحيانا من الطرف الثاني إنهائيا سبب السهولة أو الاستخفاف هذا الشغل إذا بنا نحكي بشغل فأي شغل اللي ينجح بالدرجة الدية يعني إذا شركة ربطت موظفينا بالأونلاين معناتها فيه وقت محدد للاجتماع بدون يفتحوا هذا الاجتماع عبر تطبيق زوم أو عبر تطبيق سكايب بنفس اللحظة وبيكونوا مثلا فاتحين كاميرا فاتحين صوت فبالتالي بدون يكون الشخص اللي عم يشتغل أونلاين أول شي عنده معرفة بموضوع السيشال ميديا تاني شي بدون يكون عنده انترنت جيد والشيء الثالث بدون يكون عنده هدوء مكان هادئ وأكيد هو لما بدون يطلع على الانترنت بالاجتماع ما هيطلع بالبيجاما يعني بدون يكون مثل كأنه رايح على وظيفته هو عم يلبس وعم يتحضر بس الفرق إنه هو بهالمكان اللي عم يعمل هذا الاجتماع اللي هو الغرفة اللي عم يعمل فيه الاجتماع صار مضطر يحط هدوء ببيته يعني مو هو عم يحكي بالاجتماع بضيفته يفوت ابنه يقول له بابا كذا أو تفوت بنت أبدا بدون يكون كأنه هو بشغل بسكر موبايله وبيكون مجاهز تماما فالقصة أنه هو بده أدوات بدون يكون عنده لابتوب بدون يكون عنده انترنت بدون يكون عنده مكان هادئ بدون يكون عنده سهولة التعامل مع هاي التطبيقات والتجهيز لأنه مثلا طفل انترنت عنده فجأة كيف يتصرف هلا نحن مثلا هون ببلدنا بدنا كتير انتباه بهذا الموضوع أعرف السرعة اللي أنا بحتاجة كرمال التطبيق اللي بدي أفتحه فأول شي بدي يكون عندي معرفة بهذا الموضوع هلا أنا شو عم بشتغل هلا إذا أنا عندي منتج فأنا ممكن نسوق عبر السوشيل ميديا إذا كانت إعلانات فالإعلانات تنحط بأي وقت لكن طريقة تعاملي مع الشخص الآن الشخص عم يسألك إنه شو سعر هالقصة عم نتأخر لنرد عليه ممكن نخسره بدي يكون عنا طريقة إقناع بدي يكون عنا سهولة توصيل هذا المنتج اللي نحن عم نقدر نعلن عنه فلو نوصل له المرحلة أكيد بيكون فيه شغل ممتاز لو كيف يكون فيه مثلا كافيهات بتحاول إنه تساوي عنده قاعة لاستقبال عمل أونلاين تأمن مثلا إنترنت وهالقاعة هذا كتير بيساعد الأشخاص يعني ممكن واحد يكون عنده كافي قريب لبيته يفوت من خلاله يعمل اجتماعه اللي هو عنده بس الشغلة إنه أنا كيف بقى قوم بشغلي عبر الأونلاين إذا كنت أنا مدرس فيني أعرض دروس إما أنا أعرض درس خالص كامل مكمل واشرحه بطريقة صحيحة مع استخدام الباوربونت استخدم أنا عروض بشكل إنه الشخص اللي عم يحضر هذا الدرس يصير فيه تفاعل بصري وسمعي وحطهم عبر قناة يوتيوب عبر الفيسبوك عبر الإنستجرام أنا هون كان هذا الموضوع خلينا نقول مسجل مسبقا ما نوعه متعب بس هو متعب من خلال التحضير والتجهيز وكيف أنا أحمل إلخ لكن إذا كان بده يكون بشكل مباشر فبده يكون فيه التزام بالوقت وبده يكون عندي معرفة باستخدام هذا التطبيق لأنه ممكن أنا أكون عم بعطي درس لكذا طالب وطالب صار عنده ضجيج أعرف أنا سكر له المايك وأعرف سكر له الفيديو وافصله من المحاضرة وكمل محاضرتي بمنتهى الهدوء ودائما يكون عندي قدرة على المشاركة جارك ملفات يقدر وصل للمعلومة هاي بتزبط لمعلم تزبط لمحاضر كموظف لنا فيه اجتماعات لكن كوظيفة مجرد أنا عندي ملفات ففيه الجوجل درايف اللي هنا بيقدر أنا خلي شخص معين يشوف هدول الملفات اللي أنا عم بعرضهم وبيكون فيه سهولة بس صار أنا بدي أشتغل بجدية أما اعتبر الأونلاين سهولة أيمت ما بدي بفتح رجعنا متل موظف أيمت ما بدي بيجي على الوظيفة أي عمل ما بيعطينا إذا ما بنعطيه العمل بده جدية بده تطحية مننا بالوقت وبده تطوير بس نحنا جداد على الأونلاين فحتى لو فتحنا مثلا الأونلاين بنتأخر خمس دقايق ما بنشتغل صاح ما بنعرف نعرض صاح فهو نحنا بننتعلم الأدوات بننتعلم عدة أدوات فالفكرة أنه لابد أن نطور أنفسنا ونطور مهاراتنا بيجي اسمه تكنولوجيا ومعرفة بالسوشيال ميديا ونكون جديين لازم يكون عندي ركم بالبيت لهذا العمل سلوية عم نشوف كتير من السيدات هنا يمكن صار عندهم ظروف صاروا هنا المعيلات لأسرهم يعني عن جد بيكبروا القلب عم نشوف كانوا معنا ضيوف من فترة عم يعملوا مونة فيه كمان سيدات عم يعملوا يطبخوا أكل بالبيت ويبيعوا عبر السوشيال ميديا أيضا وأيضا شغلات الهند ميد نقام من الصوف ونقام من الكروشيات عم نشوف مثل هيك حالات عم تتسوق بشكل صحيح وعم نشوف فيه هدف هاد الشي ما بيتطلب كتير ولكن بالمقابل عم نشوف حالات من الأحباط الشديدة إن كان عبر بوست إن كان عبر يمكن كومنت لهدول الأشخاص بذات اليوم هي الحالة إنه نحن يمكن نخلي حالنا محاطين بهذا التفاؤل حتى ظروفنا كلنا صعبة وصعبة كتير أيضا بس لكن خلينا نحكي كيف فينا نحلي حالنا ونتجنب الأشخاص السلبيين وخاصة إذا كان عنا هاي المهنة نحن ما تمدينا عليها بدخل تماما هلا أول شي طبعا المرأة السورية أثبتت قوتها وجدارتها بهي الظروف وقفت جم زوجها حتى المرأة اللي فقدت زوجها قدرت تعيل أسرتها فبشكل عام قدرت تبتكر تكتشف وين مهارتها حتى لو كانت بطهي مثل ما قلتي بعض المأكلات تحضير موني إله لما بنعرض هلا نحن عنا مشكلة برجع و بقولك ما عنا مهارة التعامل مع السيرشال ميديا الغالبية للأسف ما استخدم السيرشال ميديا للتنمر الاجتماعي يعني بدل ما أنه نحن نعرض منتج نحكي كلمة إيجابية نعطي تفاعل للآخرين ونطلع صورة شخص ونقول قبل وبعد منشوف حدا عم يعمل منتج منعد نتنمر عليه ففيه بشكلة بس بالتالي بالمجتمع فيه ناس جيدة وفيه ناس سيئة ما بنحنا نركز على هدول الناس السيئين لسه في عالم ما بتتقبل التغيير بده تضل تحاول تحارب هذا التغيير بده تضل تحاول أنه تعتبر السيرشال ميديا ما إلى طعمه وما فيه فائدة هدول الأشخاص لما فيه فئة تانية تنهضوا بتكمل شغلة هدول الأشخاص إما بيبعدوا أو بالدنيا ينطلقوا غصبا عنهم فالمغزى أنه هل أنا لما بقدم منتج وبشتغل الإنسان الناجح بتعرض خلينا نقول لتنمر ما فيه إنسان ما بتعرض لتحديات حين أقرب الناس إلو فببساطة أنا بعرض منتجي بتجاهل هاي التعليقات السلبية ما بخليها تحبطني لأنه أنا بنتي أشتغل بالتالي أي إنسان بيختي خطوة جديدة بدي يلاقي معارضة لإله أنا فورا بعرض هذا المنتج بحاول أعرض هي طريقة الإعلان تكون صحيحة هلأ هاي الأعمال البسيطة سهل جدا تسويق لإله يعني مجرد تفتحيه خلينا نقول فيديو مباشر وتحكي كلام قريب للقلب وتحكي عن المنتج سهل التسويق لإله وعموما السيدات سيدات المنزل اللي قاعدين بيحبوا شغلة البيت والشغلة اللي نظيفة وخاصة إذا كانت هي معروفة أو حتى الناس اللي عم تعمل شوكولات فيه عندنا إبداع وفيه عندنا تأزول التسويق بيضل عندنا طريقة أسرع بتسحل بإنه نحنا نبيع منتجنا أسرع إذا نحنا كان عندنا قدرة التوصيل ممكن نحط تكلفة أكتر ونوصل للمنتج وعموما أي شخص بحب يتدلل حتى اللي بيشتري لما بحس الغرض رح يصلى عنده على بيته كتير بيمبسط لو بده يدفع أكتر يعني أنا بدي انتبه لشغلة إنه دائما أنا لما بيع أو عم سوق لمنتج أو عم سوق لفكرة فأنا عم بتعامل مع الجمهور الجمهور بحب الشي اللي بيرتبط بعاطفته الشي اللي بيرتبط برفاهيته الشي اللي بيعطيه هيك حزة فأنا لما بركز على هتلات أشياء بقدر إني سوق وبقدر إني وصل منتجي وأي عمل ما بيكون فيه تعب وما بيكون فيه دقة وما بيكون فيه خلينا نقول إتقان حقيقي فهو حيتسوق فترة مؤقتة ونخسر فالذكاء إنه أنا دائما نطور ودائما يكون عندي منتج بناسب يكون بسيط ومنتج يكون كتير ممتاز إلى حتى لو كان أغلى لأنه أنت عندك مجتمع مختلف فأنا بدي يكون حدا يعلق لي تعليق سلبي أحباط إضعاف ما حقش تغل أكيد ما فيه شغل ما فيه حدا بينجح ما بيتعرض لأنه ناس تنتقده أكيد يمكن اليوم هيك حكينا فكرة بسيطة عن الأونلاين والعمل على الأونلاين رح نرجع نحكي يمكن فيه لسه محاور تاني بنا نتشكرك صلوة عرنوس مدربة التنمية البشرية شكرا إليك شكرا إليك شكرا Bryan